لا لا أنا صافر من 22 مليار رأيت الله بيضة على نور زهير رأيت الله بيضة 3 تريليون و 711 مليار نقدر لهم 2 مليار تقريبا بس 22 مليار شون نقدر لهم هاي تقصد مع الله الغلاطة ليساعد نمجلس النواف؟ لا سكاكل الحديد يا حبيبي شنة غشم روحك لا طبعا هذا الملف أخطر بعد من الملف نور زهير والمشكلة أنه حدث والحكومة ترفع مكافحة الفساد ولا حد يقول لي أنه هذا الملف مر من تحت الأقدام لا ما يمر لا تعرف شلون؟ هذا الملف بالذات هاي المبالغ ما يمكن أن تقر وتوقع عقود إذا ما يمر على مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء زين زين لما أنا أسمع الأستاذ ياسر الحسيني النائب وكلامه وأطلع على العقد نترحم على نور زهير ما أخذ شي نور زهير 22 مليار دولار عقد وثلاث شركات من ضمنها كما يقال شركة نور زهير متعاقدة عالية وأنه يتم العقد بتمويل الحكومة العراقية ولمدة أربعين سنة نسبة المستثمرين تسعين بالمئة ونسبة الحكومة عشرة بالمئة على أن يقول للدولة بعد أربعين سنة بعد ما يتهرع أخ هذا شي تقول عالية لو أكو شرط بهذا الموضوع لا يمكن فسخ العقد لا يمكن فسخ العقد وفي حالة فسخ العقد أي طرف يفسخ العقد يدفع 22 مليار وهذا العقد مر على مكتب رئيس وزارة ما يتوقع من وزارة النقل ليس صلاحية وزير النقل صلاحية رئيس وزارة صلاحية مجلس الوزراء ووزير النقل هذا دكتور عاد